السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا بكل المتابعين اللي كتابعوا قناتي كنقول لكم مرحبا بكم اهلا وسهلا اليوم غادي نشارك معاكم البليغات كيجي وخفافين ضرافين سهلين يعني بطريقة مبسطة وسهلة اذا قلت لكم اول مرة كنعدل انا البليغات انا من عشاق شباكية ودي ما كنعدل غير شباكية هاد المرة مكتشي فياشي قانا ديال شباكية الصراحة قلت لهم غا نعدل اه بليغات كيقولوا عليهم سهلين حقا بليغات سهلين اه مرحبا بكم غادي نشارك معاكم الطريقة اللي عدلت بيها البليغات ديالي بسم الله على بركة الله عندي ججد زلايف ديال جنجلان مع اربعة زلايف ديال الطحين عندي معلقة القرفة عندي معلقة كبيرة ديال النافع عندي واحد صفر ديال البيضان خميرة ديال الحلوى عندي اه ما عرفت شوش طورت لديك اللقطة وللا ولكن موهم انا غادي نقولكم هيدا المقادر وانتوما غادي تعقله قبيصة ديال الملحة واحد شوية ديال الملحة لتعديل الضوق عندي اه الخل جمع القد ديال الخل عندي اربع كاس ديال مظهر هانتوما كاس اللارب ديال الزيت مويم طريقة اخوتي سهلة هني عندي الزبدة قلت لاتة المعالق ديال الزبدة ماشي بزاف غير تلاتة المعالق باش ما كتجيشي يعني شيشي بزاف وكتفتت صفي اخوتي اه بعد ما كنت اه في اللويل من يعملت الجنجلان وعملت ذيك القرفة وذيك شي خلط ذيك شي بس بس سمع الطحين عاد كبيت السوائل وصفي داب اخوتي غادي نضيف الماء اه تدريجيا انا كنخلط وانا كنكوب في الماء حتى نحصل على العجينة اللي بغيتانا صراحة انا العجينة ما بغيتش العجينة تكون اللي خفيفة اوف نفس الوقت ما بغيتاش تكون قصحة يعني العجينة تكون متوسطة اه ما هي قصحة بزاف ما هي خفيفة تكون موين المهم اخوتي صفي هنا اخر جولي تبارك الله خمسة ديال كورة تقسمتهم على خمسة عملتهم في وح بلاستيك يرتاحوا اه اربع ساعة هيداك عشرين دقيقة يعني هيداك وصفي اخوتي خليطهم يرتاحوا من بعد ما ارتاحوا غادي نبدأ الخدمة بهم اه العسل اخوتي ما شاركتها شي معاكم في هذا الفيديو اه العسل طريقة سهلة اللي كان عدل بها العسل سبق لي قلت لكم موهم هنا يا كنحتاج طحين نحتاج ديك الدوائر بغيتنا عدل بي مشيش كيلات نوعين اه البلغات كما كتعرفوا الشكل ديالهم كيجي يعني اه مرباع ويعني بشكل جي الطريقة يعني هديك هي الطريقة السهلة ديال البلغات سوف يقفل هنا يا اخوتي عندي كغل ديال الزبدة كنت نطلق فيه باش ما كان تحتاج شنعمل طحين لعجين الطحين باش ما تجي شي قاصحة ولا يجي فهمتوا طحين بزفك في سد الحاجة سوف يقفل الزبدة هناك نعوض الجوانيب كنقطع العجين ديالي مربعات كما كتشوفوا نحصل على هذا المربع نقفل طريقة سهلة نقفل طريقة سهلة تجمع كمية كبيرة تجمع كمية كبيرة تبدأ وتقليو فيها يتمكن من تجمع كبيرة تجمع كبيرة تجمع كبيرة انا نحصل على سنينة تجمع كبيرة تشبب كبيرة كانت أيضا الأسل تقيمة كبيرة تجمع كبيرة بلغة العسل بقتلي اخوتي لا ترى الطريقة سهلة تنزل للصبيع وتشد سهل طريقة تعدل بها البلغات بالنسبة للناس الذين يلقون مشكلة في الشباك لا يوجد مشكلة في الشباك انا سبق اللي شاركت معكم الشباكي يرى عندي هنا في القناة انا قناتي تبارك الله لا يكون شيء مصور فيها محلية ما نزلت غير الزهر الله يجيب الله يجعله مع الله اخوتي مهم غير ما كنبغيش نغيب عليكم وما كنبغيش مرة مرة نبقى كنبرتاجي معاكم يعني صفي هات شي اللي كان عزازين علي الخوط والاحباء اللي كيتابعوني وخبع عندي شي بزاف عندي شي ناس اللي كيبغوني اللي انا يعني كنحس بالحب ديالهم وضروري كنبغي نبقى على تواصل معاهم صفي اخوتي كما كتشوفون الشدة سهلة سهلة للغاية يعني هنا احتى انا مزربة الفيديو ما تقولوش هنا حدقاء غير مزربة الفيديو باش اه يعني ما نعطل شي يعني تصوير وذلك شي ما يجيش الفيديو طويل وتملو منو وتخرجو ونصفي اخوتي مهم صفي هنا يا اخوتي كنت غير كان عدل وننزل كان عدل وننزل حتى تبارك الله خرجتلي شي اربعة صينية عامرين يعني خليتم يبسوم زيان هنا العسل كانت واجدة وانكم اخوتي بت ahpho لكم معي ذاتي وش نعمل في العسل عندي لتلاتة كيلو ديال السكر عملت لها لترون ونصف ديال الما عملت واحد صريرة فيها شوية ديال اللاتاي شوية ديال اهتاة وشوية ديال عويدات القرفة وحمدهم قطعتهم قطعت الحمده ورميته في ديال السكر والماء ودك musique القرفة ديال القرفة وش نه اخر اه اه اعطي اويلية او دحكوش علي اخوتي مهم في المنتج الهادرا كتمشي صافي عملتم حتى هي وما في ديك السريرة وشديت وصافي رميتم في الطنجرة في كوكوت وشديت عليها مدة ديال اه اربعين دقيقة وكتخلي حتى كتبدأ كوكوت كتصفر وكتنقصها وكتخليها يعني على عفية متوسطة ماشي منقوصة بزال وصافي يعني اه اه دقيقة توجد العسل اللي كان فتحها لها كان كوب لكز ديال المظهر وهالعسل وجده صافي هنا يا كان قولكم زعمال اللي بغي يعدل هاتشكيلة هادو كيجوا في المنيدار مزيونين يعني كتنوعوا بهم هي بلغة بلغة ولكن كيجي الزواق مزيون يعني العين كتاكل قبل قبل كرش صافي اخوتي هنا يا عندنا الزيت اللي ضروري منه وصافي كنكبوها في المقلة وكنخليها اللي واحدة كيسخن مزيان عاد كنعملوا بلغة يعني باش اه يعني كتاكل ما كتشربش زيت وملي كتعملوا ببلغة ديالكم طيب ما تكونشي العافية مجاهدة مزيان هان ثم العسل ديالي كيف جدت حمارة ديقاتي اللي كنعمل في ديك السريرة كي حمار العسل باش كيجي اللون ديالة مزيون طالما دق يجي مزي وانديالة صافي نزول ديك الحامض العسل حمارة يعني كتاكل مزيونة في شباكي او اللي في بلغة وعسلات عموما هذا العسل هذه عدلت بها بلغات وعدلت بها البريوات بريوات ديال اللوز ديال الكوكو موما شاركت معاكم بلغة قبل البليغات بريوات قبل البليغات ايو صافي اخوتي هنا يا العملية كتاستمر صافي كان قليو يا واخوتي يدو واحدة يدو واحدة اميرة ديالي بقى صغيرة هاتيك هاجبت عاوني وعمرا انت هو عاوني ديك النهار في البريوات مهم هنا يا جات بدت كتحول تهي يتعدل بلغات يعني يتبارك الله عليها كنوريها كتتعلم الانسان يعلم وليداته وعودي يعني باش مدي يعني جيبه شهي نهار هيدا يكونك يعرف وقدروا يعدل لك الحاجة ويهنيك صافي هيك اميرة ام 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 احدا يكنا عمل منطاجوا يا ديما معايا يا كمامي هاتي باشتو كيف جات شباكية شيشة اشتركوا فيديو كما جاءت شي مزيونة نشارك معاكم اصلا الفيديو يعني بزال الحاجات كنصورون باش نشاركهم معاكم والله ما كنشاركهم شي يعني دبا شفت وقت ديال البلغات والناس كوشي غادي عدل شباكيه وديك شي بغيت نشارك معاكم الطريقة ديالي البسيطة اللي بغا يعدلون بالطريقة ديالي رامكي جي وعرين ديروا لك ديروا لك لا لا شي مشكلة الله ما بقك يهمني عادي عادي الله يلا شفتو اخوتين هنتو ماذا بهنا احنا كان قلي وكان عسلو كانعمل في العسل املي كانت جي تقلالي القلية اخرى حتى كانكن زوالت هذك اللي عندي في العسل صافي وكان بدن ستفل اللي بغا يعمل فيهم اللوزال اللي بغا يعمل كل واحدة طريقة ديالو روشين علي محدة روشين هاو وريدات اه وريدات صافي انا زو وقتهم غيب الورد ورشيت عليهم اللوز مهرمش وصافي كانوا يعني جولدادين صراحة صافي انا بالوردات غيب وتنزوقوا صافي انا هذي بش نصور لكم شكيل ديالو كيف جوا تبارك الله الله العظيم لجو كي يحمقوا وكنتمنى يكون يعجبكم الفيديو ونكون خفيفة اعلى قلوبكم اخوتي لايك تعليق مشجيع كما كان قولكم ديما وشكرا شكرا لكم الناس اللي كتبغيني وكتخليلي تعالق اخوتي هانتو مع هالبلغات واللي كيعجبوه البلغات وهدي العشاق البلغات